الصراع والنزاحات في العرق لها منبع يشتعل فتيله من الخارج والجنوب العرقي أشد تعرضا لجفاف تهاوت فيه الأرض العرقية من شمالها إلى جنوبها الأهوار هي القصة اليوم وليست حديثا عابرا إنما كارثة رددها العرق في الآونة الأخيرة الجفاف وشح المياه والذي تحدث به العرق في مؤتمر المناخ الأخير في مصر وكشف فيه عن قطع تركيا وإيران للرافد المائي عن بلاد الرافدين الطريق إلى الأهوار لم تعد كما كانت من قبل تبخرت المياه وازدادت ملوحة فكان انتشار الأمراض السرطانية والفشل الكلوي والكوليرا بديل سر الحياة هنا إذن لم حصلوا زراعية بشتى أنواعها لا إنتاجا يرجى من القطاع الحيواني لكن هذا لا يضرب الاقتصاد فحسب إنه يشعل فتيل النزاع على الأرض بين العشائر الأهوار مجددا تيكا التي دخلت لايحة التراث العالمي عام 2016 بدت اليوم شبه ما يكون بأرض يباب عراق بلد مصب وليس بلد منبع فنحتاج إلى جهود كبيرة نحتاج إلى جهد وطني للتفاوض مع دول الجوار من أجل تأمين الحصة المائية وأيضا نحتاج إلى جهد داخلي من أجل إشاعة ثقافة الترشيد واستخدام نظم الرئي الحديثة نناشد أولا بردمان العراقي أن يكون هناك تكاتف وتظافر الجهود رغم الخلافات والاختناقات السياسية يجب أن تكون هناك وحدة الكلمة لأجل العراق لأنه الاختناق الموجود الحاصل هو اختناق سياسي لا غبار عليه التكالب العدائي المستمر من قبل دول الجوار والدول الأخرى هو لأجل وجده العراق أرض هشة أرض ركيكة فصار هذا التكالب علينا من أجل الإطاحة بتركيبة المواطن العراقي دليل ثاقب لمديرية الزراعة في ذيقار يؤكد أن مليونين وخمسمائة ألف دون ما من مساحة الخطة الزراعية العمل ماضي تهوت إلى مليون ونصف المليون دون ما في العام الحالي كارثة دخل فيها العراق فصلا جديدا من الانهيار سيما أن الحلول المقترحة يرها المعرضون للخطر من المزارعين تحديدا أنها ترقعية لا ترقى لدرجة أن يفرض العرق هيبته في حلها من أرض المنبع حيث تركيا وإيران وتجاوزاتهما المستمرة رغم رائحة الموت التي أصبحت بديلة عن المياه والزرع والحياة موسيقى